اشتركوا في القناة الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وإلى أفراد الأسرة المالكة في السلطنة وشعبها الشقيقة وذلك خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لسموه بإقاعة أفراد الأسرة المالكة في مصغط وأشهد سموه بمنقب الفقيد الراحل وأسامته في خدمة سلطنة عمان الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وقد أعرب سمو السيد فهد بن محمودة السعيد عن شكري وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه المشاعر الطيبة التي تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وكان سموه قد وصل إلى سلطنة عمان الشقيقة في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله بالمطار صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد وصاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد وعددهم من أفراد الأسرة المالكة والمسؤولين